بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معينا وحلقة جديدة من حلقاتنا في مادة العلوم تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم زي ما شفنا الوحدة الاخيرة اللي موجودة عندنا في المنهج بتاعنا بتاع سنة 3 السنة دي والتربية التانية اتكلمت على الوراثة وشفنا ازاي بتنتقل الصفات الوراثية خد بالك احنا كنا خدنا خطوة قبل كده سابقة في التربية الاول وشفنا فيها انقسام الميوزي وانقسام الميتوزي وانتقال وتكوين الامشاج علشان يبدأ تتحد وتكون الزيج ويطلع الجنين الجنين ده بيحمل صفات وراثية جات منين الصفات الوراثية ده ده اللي احنا درسناه وشفناه في الدرس الاولاني اللي هو المبادئ الاساسية للوراثة بالنسبة لي قوانين مندل وشفنا ازاي مندل مع نباتل بسلة بدأ يتابع توارث الصفات الوراثية من جيل الى جيل وشفنا النسب بتاعتنا وشفنا القانون الاول اللي قال ان فيه الصفة الوراثية بتنتقل بنسبة 3 الواحد وشفنا كمان القانون التاني اللي هو فيه قال لو انا خد صفتين وراثيتين وبدأت امشي وشوف التتابع لهذه الصفات المتضادة هيتم توارثها ازاي فقلنا تم التوارث في الصفات الوراثية بتاعتنا بنسبة 9 الـ 3 الـ 3 الواحد وقلت لو انا عزلت الصفاتين دول وحدهم وشفت الصفات الوراثية هتمشي ازاي من جيل لجيل لقيت ان هو هيحصل ايه قال هيحصل ان هتتوارث بنسبة 3 الواحد برضا تمام مفيش تأسية الجيل الاولاني 100% الصفة السائدة والجيل التاني هتبقى غدا سمى القانون الاولاني قانون انعزال وقلنا انعزال فيه لاني بتنتعازل فيه العاملين الجينين اللي بيمثلوا الصفة الوراثية الى امشاج كل واحد منهم بيبدأ يحمل احد العوامل الجينية بعد كده جينا رحنا وتنقلنا الى اللي هو التوزيع الحر لصفتين المتضادين وقلت اني ان يكون ان انا امشي واخد مسألة فيها صفاتين وراثيتين وازاي هيتم تتابع وتوارث الصفاتين مش معناه ان واحدة هتأثر على التانية لا التوزيع الحر المندل قال ان دي هتبقى برضو بنسبة 3 الواحد في الجيل التاني ودي بنسبة 3 الواحد في الجيل التاني اخدت الحاجات دي وقلت انا هستفيد منها بايه وشفنا ازاي نقدر نستفيد منها في حياتنا وشفت ازاي قدر العلماء يعملوا الخريطة الوراثية للكروموسومات البشرية علشان يقدروا يحددوا كتير من الاختلافات اللي بتظهر في الصفات البشرية حاجة الحاجة التانية اسباب الامراض الشهيرة او الامراض المستعصية الموجودة زي السرطان وزي السكر وزي الامراض العقلية اللي موجودة ما يبقاش لها علاجات او كلام ده كله بدأ يبقى فيه معالجة جينية للجين المسؤول عن كل كلام ده الدرس التاني بتاعنا في نفس الوحدة قال انا هكمل معاك مشوار الصفات الوراثية ولكن زي ما بنقول مين اللي بيشغل الجينات والصفات الوراثية مين اللي بيحفز علشان يتم العمل وزهور الصفات الوراثية ده ده من خلال درس النهاردة وهو الهرمونات درس الهرمونات زي ما احنا قلنا قبل كده الجهاز العصبي في جسم الانسان هو المسؤول عن تنظيم وتنسيق الانشطة اللي بيقوم بيها الانسان يعني قلنا ان الجهاز العصبي هو المسؤول عن تنظيم وتنسيق العمليات الحيوية في جسم الانسان بالاضافة الى تنظيم الاموشنز العواطف والاحاسيس واللي بيشعر بيها الانسان زي شعور بالعطى شعور بالجوع شعور بالفرح شعور بالحزن كل الحاجات دي اللي بيعملها او بمسؤول عنها هو الجهاز العصبي تمام؟ ووظائف الاعضاء المختلف باجسام الكائنات الحية هو المسؤول عنها بين الجهاز العصبي ولكن تجارب العلماء والابحاث المستمرة اللي بيقوم بيها العلماء علشان يفسر اكتر يا طرى الجهاز العصبي بيشتغل ازاي؟ يا طرى بيتم العمليات دي او التحكم والتنسيق والتنظيم للعمليات الحيوية دي بيتم ازاي؟ قال ان التجارب اثبتت ان هناك مواد كيميائية هذه المواد بتقوم بتنظيم وتنسيق الانشطة والوظائف جنبا الى جنب مع الجهاز العصبي يعني الجهاز العصبي بينظم عمل الجهاز الهضم طيب ايه اللي بيحفز الجهاز الهضمي علشان يعمل عملية الخضم وغيرها؟ قال ان في مواد كيميائية تانية بتحفز على العمل في هذا الايه ده هنشوف ازاي ايه هي المواد الكميائية دي وازاي بتساعد الجهاز العصبي ان هو يقوم بعملية التنسيق وتنظيم للانشطة المختلفة داخل جسم الايه؟ الكائن الحي المواد الكيميائية دي بنعرفها وبنقول عليها الهرمونات يبقى جهاز العصبي هو المتحكم الاساسي والرئيسي في جسد في تنظيم وتنسيق الانشطة والعمليات الحيوية داخل جسم الكائن الحي ولكن من الابحاث قدروا يوصلوا ان العمليات دي ما بتتمش الا بمساعدة مواد كيميائية بيفرزها الجسم والمسؤول عنها هو الهرمونات الاتنين دول مع الجهاز العصبي زي ما يقول جنبا الى جنب بيقدروا يعملوا عملية التنسيق ودي ايه؟ التنظيم للعمليات والوظائف المختلفة طيب تعالوا نشوف كده لو جينا عرفنا الهرمونات عبارة عن ايه الهرمونات قال ان هي عبارة عن مواد او رسائل كيميائية تمام؟ بتنظم وبتنسق معظم الانشطة والوظائف الحيوية في جسم الكائن الحي يبقى اذا مش مجرد ان الجهاز العصبي يدي بس تنظيم او يدي اردر لعضو من اعضاء الجسم ان هو ينفذ عمل معين من عمليات الحيوية داخل جسم الكائن الحي بس قال لا علشان يتم ده لازم يتم بمساعدة رسالة او مواد كيميائية بيفرزها الهرمون تمام؟ تساعد هذا العضو ان هو يقدي هذه الوظيفة الحيوية يبقى تاني الهرمونات عبارة عن ايه؟ عبارة عن مواد كيميائية بنسميها رسائل كيميائية بيبعتها كده للجسم الرسالة دي علشان تساعده على ان هو يعمل النشاط الفلاني او يقوم بالعملية الحيوية الفلانية فيبدأ يقول مش الجهاز العصبي بس لا الجهاز العصبي مع الرسالة دي علشان يقدر الكائن الحي ينفذ هذه الوظائف داخل الجسم طيب الهرمونات دي بقى مين المسؤول عنها؟ الهرمونات دي المسؤول عنها الغدد الصماء ومنسميها الغدد اللاقنوية الاسم ده جيمين؟ قال لان الغدد بتاعتي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غدد لاقنوية بتصب افرازتها مباشرة في الدم فيبدأ الدم يحملها الى العضو المسؤول بهذه الرسالة او المقصود بهذه الرسالة اللي بنسميها الخلايا المستهدفة يروح يديها المادة الكيميائية دي او هذا الافراز طبعا بنسبة معينة فيبدأ يترجمها لوظيفة او يبدأ يتم النشاط او العمل بتاع هذا الجهاز يبقى تاني الهرمونات عبارة عن رسائل ومواد كيميائية بتعمل ايه المواد الكيميائية دي في جسم الانسان؟ بتساعد الجهاز العصب جنبا الى جنب ان يقدي الاعضاء المختلفة داخل جسم الكائن الحي او الانشطة المختلفة داخل جسم الكائن الحي ان يقوم بتنظمها وتطبيقها وتنفذها الكائن الحي طيب مين بيديني الهرمونات او موجودة جوه الجسم؟ غدد بنسميها الغدد الصماء غدد بنسميها الغدد الايه؟ الصماء ودي بنقول عليها غدد لا قنوية يعني ايه لا قنوية بقى؟ قال يعني ملهاش قنوات بتمر فيها لحد ما توصل للعضو المعاين يعني مثلا انا دلوقتي هرمون هيفرز هذا الهرمون مثلا مسؤول هيروح للجزء في الجهاز الهضم هل في قناة بتوصل من الغدد دي لحد ما يوصل الجهاز الهضمي؟ قال لي لا ده هي الغدد دي على طور مباشرة تطلع المادة الكيميائية اللي بتفرزها وتنزلها في مين؟ توديها للدم مباشرة فيبدأ الافراز داخل الدم عارفين ان الدم طبعا بيدور وبيلف حوالين في داخل دائر داخل الجسم كله علشان يبدأ ينقل ما لديه من حاملات سواء كان الأكسوجين أو الطعام المهدوم أو الفرازات بتاعت الهرمونات يوصلها للأعضاء في أماكنها المناسبة فيبدأ الدم يشيل الحاجات دي ويوصلها يبقى ايزا هنا الغدد بتاعتي اللي هي الغدد الصماء سمتها الغدد الصماء يعني الغدد اللا قنوية هتعملي ايه غدد يا لا قنوية انت قالت ان انا هبدأ ااخد الافرازات بتاعتي في الدم مباشرة وانقلها على طول الى الأعضاء الخاصة بالأنشطة والوظائف الحيوية داخل جسم الكائن الحي الغدد الصماء والخلايا المستهدفة تعالي نشوف الأول يعني ايه كلمة الخلايا المستهدف هو انا كغدة صماء موجودة داخل جسم الكائن الحي قلنا بعمل افراز لمادة كيميائية ليها وظيفة ان هي تنصق او تنظم نشاط معين هيقوم بيه الكائن الحي يبقى ايزا هنا انا ايه انا بقصد بالرسالة بتاعتي جزء معين في الكائنات الحي فيبدأ اقول ايه الجزء ده عبارة عن الخلايا التي يؤستر فيها الهرمون دون غيرها من الخلايا وتقع غالبا بعيدا عن موقع الغدد الصماء المفرزة للهرمون يعني ايه كلام ده يعني دلوقتي الهرمون هيفرز مادة كيميائية المادة كيميائية دي فيه خلية معينة هي اللي هتستقبلها وتبدأ تترجم الرسالة اللي باعت هالي الهرمون ده وتبدأ توديها علشان تنفذ بيها نشاط او تنظم بيها عملية حيوية فيه نقول هنا كده ايه الخلايا التي بيأثر فيها الهرمون الهرمون مش بيأثر في كل خلايا الجسم لا انا باعت الرسالة دي لخلية معينة هي اللي هتستجيب هي اللي هتاخد المادة الكيميائية او الرسالة دي وتبدأ تستجيب وتنفذ عمل الهرمون المقرر ان هو يدعم تمام طيب قال غالبا ان الغدد الموقع الخلايا دي بيبقى بعيد عن الغدد الصماء يبقى اذا لازم ايه الدم يحملها ويصل بيها الى ايه الغلايا المستهدئة طيب يجي اسألني سؤال ويقول لماذا سميت الغدد الصماء بهذا الاسم ليه الغدد الصماء سمناها بهذا الاسم قال اولا لانها بتصب بافرازاتها مباشرة دون المرور عبر قنوات وبيعتبر الدم هو السبيل الوحيد لكي يصل الهرمونات كي تصل الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء الى مواقع عملها اللي هي الغدد المستهدفة يبقى انا كغدد صماء ما عنديش قناة همشي فيها تحمل الافرازات اللي هي المواد الكيميائية علشان تروح للخلايا المستهدفة علشان تبدأ تترجم الرسائل دي او المواد الكيميائية دي الى عملية حيوية او هنظيم عملية حيوية بيقوم بها جسم الكائن الحي على طول السبيل الوحيد علشان توصل رسالة الهرمونات للخلايا المستهدفة او للجسم عشان ينفذها هي مين؟ هي ان هي تصب هذه الافرازات داخل الدم يبقى لانها تصب افرازاتها مباشرة في الدم دون المرور عبر قنوات ويعتبر الدم هو السبيل الوحيد لنقل ايه هذه الخلايا الغدد الصماء في جسم الانسان متعددة عندي العديد من الغدد اللي موجودة داخل جسم الانسان الغدد دي عبارة عن ايه؟ عندي الغدد النخمية عندي الغدد الدرقية كمان عندنا غدد البنكرياس عندنا الغددتين الكذريتان والغدد التنسلية احنا ممكن نشوف دول الغدد دي مكانها فين؟ من خلال صورة مثلا نشوفها دلوقتي موقع هذه الغدد داخل جسم الانسان يبقى الغدد صماء في جسم الانسان قلنا هي صماء ليه؟ عشان ما عنداش قنوات تصب فيها وبتصب الافرازات بتاعتها في الدم ومباشرة وقلنا الخلايا المستهدفة هي الخلايا اللي بتستهدفها الهرمونات بافرازاتها أو بالرسائل بتاعتها هنقول الهرمون دا بيدي رسالة الرسالة دي بتروح لخلية معينة في جسم الانسان مش كل الخلايا علشان تبدأ تنظم نشاط معين أو وظيفة حيوية معينة بيقوم بها ليه؟ الجسم بتاعي طيب تعالوا مع بعض نشوف كده بعد ما شفنا مين هي الغدد الصماء الموجودة جسم الانسان تعال نشوف بقى جسم الانسان وأماكن الغدد دي موجودة فيه تعال نشوف كده على الايه؟ على البورد الكبيرة بتاعك ناسي زي ما قلنا اه دي الغدد الصماء فيه جسم الانسان وقلت عندي انواع من الغدد الصماء الموجودة داخل جسم الانسان زي الغدد النخامية وعندي كمان الغدد الدرقية دي كمان من الغدد الصماء الموجودة في جسم الانسان غدد البنكرياس ونشوف كل واحدة من دول موجودة فين؟ ووظيفتها ايه؟ والخلل اللي ممكن يحدث بسبب عدم إفراز الهرمونات الخاصة بهذه الغدد ازاي؟ الغددتين الكذريتان وكمان الغدد التناسلية وكل واحدة دي مسؤولة عن ايه؟ احنا قلنا هنشوف داخل جسم الانسان الاماكن وجود هذه الغدد داخل جسم الانسان زي ما احنا شايفين كده الغدد الدرقية والغدد النخامية زي ما احنا شايفين يشورين على المخة هنا هي عندي الغدد الدرقية زي ما احنا شايفين عند الجزء اللي هو خاص بالحنجرة او القصب الهوائية غدة البنكرياس هنا هي عند المعدة شايفينه هنا طالع جزء كده بسيط لو نقرأ بالصورة ونشوفها اهي تمام وواضح ان هي عملها بيبقى فيه الغدتين الكزريتين وسميناهم غدتين كزريتين لان كل واحدة منهم موجودة على كلية من الكليتين الموجودين في جسم الانسان فنجد هنا ادي الكليا بتاعتي اهي تمام ودي مكان الغدت الكذرية زي ما احنا شايفين نيجي بقى للغدت التناسلية ودي موجودة فيه المبيض وموجودة كمان فيه الخصية عند الرجال زي ما احنا شايفين دي الغدت الصماء اللي موجودة عندي في جسم الانسان دي بشكلها زي ما احنا شايفين واماكنها كل واحدة موجودة فيه تعالوا نتناول الغدت بتاعتي بقى ونقول كده اني بتفرز الغدت الصماء ما يزيد الغدت الصماء بتاعتي عن خمسين هرمون تخيالوا كده ان انا عندي الغدت بتاعتي دي الموجودة في جسم الانسان بتفرز اكتر من خمسين هرمون في جسم الانسان طيب الخمسين هرمون دول بكميات محدودة معروفة وقد ايه بزبط وعند حدوث خلل في عمل احدى هذه الغدت الصماء بيؤثر ده على نسبة الايفراز سواء كانت بزيادة او النقصان الى اعراض مرضية يعني ايه يعني بزبط كده ان الهرمون ده مسؤول عن تنظيم عملية حيوية معينة لو الهرمون ده زاد شوية او قل شوية على طول انسان يصاب بخلل في اداء هذه الغذيفة ممكن تؤدي الى مرض كمان معين ويسبب مرض يبقى مزمن عند الانسان بسبب خلل هرموني حصل وده هنشوفه في الامثلة اللي جايه يبقى جسم الانسان زي ما احنا قلنا عندي غدت صماء الغدت الصماء دي وظيفتها ايه بنقول ان هي المساعد الاول وجنبا الى جنب مع الجهاز العصبي علشان ينظم العمليات والانشطة اللي موجودة داخل جسم الانسان طيب عندي امثلة لها وقلناهم ايه هي الهرمونات اللي بيفرزها الجسم قال والله بيوصل عدد الهرمونات اللي بتفرز داخل الجسم اكتر من خمسين هرمون الخلل في الهرمونات اللي موجودة زي ما بنقول كده عشان تم عملية معينة لازم الهرمون ده بنسبة محددة يعني مش لازم الهرمون يفرزه بس لا لو زاد قوي يسبب الامراض ولو قل قوي برضو يسبب الامراض يبقى وكأنه هنا زي ما بنقول كده مش احنا قلنا دي رسائل كيميائية واحنا معروف كده زي مثلا لو جينا لتركيب الادوية لو انت عندك دوة معين وبنقول ده مركب كيميائي في نسب كيميائية محددة بتتحدد بالمقاس وبالزبط كده بالكتلة بتاعتها بالزبط عشان تديني الدوة ده نفس الكلام هنا برضو الهرمون ده ليه نسبة محددة وليه قيمة محددة لو زادت او قلت على طول تسبب خلل داخل جسم الانسان وده اللي احنا بنسميه الخلل الهرموني طيب الخلل الهرموني هيسبب لي ايه قال زيادة او نقص احد الهرمونات نتيجة عمل الغدة الصماء المسؤولة بشكل ايه عنه بشكل غير طبيعي يعني ايه قال يعني انا هيبقى الهرمون اللي عندي يفرز مثلا لو الغدة الدرقية مثلا بتفرز هرمون معين وراح جاي الغدة الدرقية دي فرزت الهرمون ده بزيادة بزيادة كتير على طول يحصل ايه على طول يحصل خلل فيصاب الانسان باعراض معينة تظهر عليه فقول اه الاعراض دي ظهرت عندي بسبب الخلل اللي حصل بسبب هذا الهرمون وهي عندي الخلل يحصل بسبب زيادة او نقص احدة الهرمونات نتيجة عمل الغدة الاصماء المسؤولة عنه بشكل غير طبيعي يبقى اه انت مساعد للجهاز العصبي انت مسؤول عن ارسال رسائل كيميائية انت مسؤول عن افراز مادة كيميائية بتصبها في الدم وتستهدف خلايا معينة ولكن بنسبة محددة ولا تزيد ولا تقل عن الايه عن الافرازات الطبيعية لان ده هيسبب خلل هرموني تعالوا مع بعض نستكمل ونشوف كل غدة من الغدد الصماء بتاعتنا بتديني ايه وبتفرز ايه علشان ابدأ اتعامل معيها ونشوف اعراضها ايه ده شكل الجسم الانساني اللي شفناه من شوية وقلنا اماكن الغدد بتاعتي موجودة فين في جسم الانسان وهنجيب صور مصغرة دلوقتي ونشوف ايه بتظهر فين ودي كمان اللي هو الجزء اللي قلنا فيه بنفرز خمسين هرمون واخل الخلل الهرموني او نقص الهرمون ده بيحدث ازاي طيب نيجي لأول غدة وهي الغدة النخامية الغدة النخامية دي يا ولاد هي احد الغدد الصماء المسؤولة عن افراز هرمون معين الغدة دي موجودة فين الغدة دي موجودة فيه زي ما احنا شايفين كده اسفل المخ شايفين حباية الحمرة كده الموجودة جوه صورة المخ ادي صورة المخ عندي اهي لو كده قربنا شوية اهي تمام ادي صورة بتاعت المخ اهي وهي عاملة زي الحمصاية حباية كده ايه صغيرة موجودة اسفل المخ فبيقول إن هي غدة صغيرة مثل حبة الحمص تتكون من فصين بتوجد أسفل الإيه أسفل المخ طيب إيه هي أهمية الغدة النخمية الغدة النخمية بنقول بيطلق على الغدة النخمية اسم سيدة الغدد الصماء أو الغدة الرئيسية بالرغم من صغر حجمها أنا متصورة كده إن أي حد ليه علاقة بالمخ أو تواجده في المخ أكيد يبقى مهم جدا بس كده ولا إيه؟ لأن زي ما إحنا بنقول الجهاز العصبي هو الجهاز المسؤول عن تنظيم وتنصيق كل العملات الحيوية وهو تقريبا المشغل الرئيسي لكل أجهزة الجسم الموجودة فكون الغدة النخمية دي موجودة في هذا المكان أكيد لأنها ليها وظيفة مهمة إيه وظيفة مهمة بتاعتها دي بقى؟ قال إن هي بتفرز هرمون بينظم أنشطة معظم الغدة الصماء الأخرى لو أغدين بالكم من الاسم قال إيه؟ سيدة الغدة أو الغدة الرئيسية بما إن هي الغدة الرئيسية يبقى هي إذن المتحكم الرئيسي في الغدة الباقية باقية الغدة الموجودة في جسم الإنسان هي مسؤولة عن تنظيم عملها عن تنصيق العمل بتاعها وإحنا اتفقنا الغدة بتنصق العمل أو بتنظمه عن طريق إيه؟ عن طريق إفراز هرمون يبقى إذن الغدة النخمية بتفرز هرمون ولكن هذا الهرمون مسؤول عن إيه؟ تنظيم كل العمل بتاع الغدة الصماء الأخرى يبقى تاني أنا خدت أول مثال عندي من الغدة الصماء هي الغدة النخمية موجودة فين الغدة النخمية؟ موجودة في أسفل المخ في شكل حباية حمص ومأسومة الفصين بنسميها سيدة الغدد أو الغدة الرئيسية ليه أنت مهمة يا غدة نخمية الموجودة في المخ؟ أنت مهمة ليه؟ قالت أنا مهمة علشان أنا اللي بفرز الهرمون المسؤول عن تنظيم عمل كل الغدد الصماء اللي موجودة في جسم الإيه الإنسان تمام؟ دي أول حاجة طيب تعالوا نسوف إفرازاتها إيه بقى حضرتك الإفرازات اللي بتقومي بيها كغدة نخمية أو كغدة صماء رئيسية؟ قالت أول حاجة إفراز هرمون اسمه هرمون النمو أول هرمون بتفرزه الغدة النخمية هو هرمون النمو تاني هرمون بتفرزه الغدة النخمية هو هرمون منشط للغدة الدرقية وده إحنا لسألين من شوية أن عملها الرئيسي إفراز هرمون ينشط عمل من الغدد الصماء الأخرى طيب عندي كمان من إفرازات الغدة النخمية هو الهرمون المنشط للغدتين الكذريتين ما يدي الغدد اللي إحنا لسألين من شوية هي أنواع الغدد الصماء الموجودة في جسم الإنسان فكان منهم الغدة الغدة الدرقية وكان الغددتين الكذريتين علشان دي تشتغل وعشان دي تشتغل عايزة هرمون منشط للعمل مين بيفرز هذا الهرمون الغدة النخمية؟ بتفرز كمان هرمون منشط للغدد أستاديي إنتاج اللبن وهرمون منشط للغدد التناسلية بتفرز كمان هرمون منظم لكمية الماء بالجسم طبعاً الجسم الإنسان بيحتور على كمية كبيرة من المية ومفروض إن هي تبقى منظمة وإلا يحصل جفاف لجسم الإنسان طيب أنا مين هينظم كمية المية الموجودة في جسم الإنسان دي؟ قال طبعاً في جزء مخصوص بهذه العملية الحيوية ولكن اللي بيساعد في ده أو بينظم ده هو مين؟ الهرمون اللي بتفرزه الغدة النخمية بعد كده عندي الهرمون الميسر لعملية الولادة هو برضو من أحد الهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخمية يبقى تاني الغدة النخمية هي غدة عاملة زي حباية الحمص موجودة في أسفل المخ على شكل فصين وبنسميها الغدة أو سيدة الغدد بنسميها الغدة الرئيسية وقلنا علل ليه بنسميها بهذا الاسم؟ لأن هي بتفرز هرمونات منظمة ومنشطة لوظائف الغدد الصماء الأخرى زي ما احنا شايفين الشكل الأدامي ده جايب برضو جسم الإنسان موضح فيه آدي شكل الغدة النخمية على شكل فصين موجودة مشاور بالسهم عندي على المخ زي ما احنا شايفين أهو تمام؟ وعندي كمان البنكرياس الغدة البنكرياسية وعندي الغدة الكذرية موجودة فوق الكلي والغدة الدراقية كل دول عايزين يشتغلوا ماشي ما تشتغلوا هيفرزوا هرمونات أوكي يفرزوا هرمونات ورسائل كيميائية بعتول الخلايا طيب أنا عشان أنظم عملهم محتاج إيه؟ محتاج أصلا هرمون نفرزه علشان ينشط عمل هزيه الغدد مين بيفرز الهرمون ده؟ زي ما قلنا الغدة النخمية تعالوا نتنقل لأهم الغدد الصماء الموجودة في جسم الإنسان وتاني بيقول كده أن هي قادي الغدة النخمية هي ما تحت المهد دي لموجودة وعندي الغدة الدراقية تمام؟ والغدة الجار دراقية زي ما احنا شايفين عند القصب الهوائية عندي الغدة الكذرية ومشاور عليها فوق الكليا بالضبط عندي البنكرياس عند الكبد كده ومشاور هناك كمان الغدة الخاصة بالمبيض والخاصة بالخصية عند الرجال ودي اللي هي مسؤولة عن الصفات الثانوية سواء كانت للأنوسة أو الذكورة وهنشوفها بعد شوي تعالوا نتنقل ليه هرمون وهو هرمون النموم هرمون النموم زي ما احنا قلنا من الهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخمي طيب مسؤولة عن ايه بقى هرمون النموم؟ هرمون النموم بينظم النموم العام لجسم الإنسان يعني هرمون ده موجود في جسم الإنسان فبيبدأ يقول معدل نموم العضلات العظام أعضاء الجسم مسؤول على النموم حاجات دي هتنمو في جسم الإنسان إزاي؟ فيبدأ هو هذا الهرمون ينظم أو يظبط معدل نمو العضلات يعني ينظم معدل نمو العضلات يعني ما جيش العضلات تبدل تنمو 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 ما فيش منظم يعمل عملية توقف لهذا النمو عند حد معين أو كلام ده كله لا طبعا لازم يبقى في حاجة منظمة لعملية النمو فيبدأ ده زي مثلا إنسان يفضل يطول بينمو يطول يطول يفضل يطول على طول على طول على طول لا طبعا الهرمون ده بيفرز علشان ييجي عند وقت معين يقول طول الإنسان وقف لحد هذا النمو خلاص يبقى هنا توقع وإلا أصبح الموضوع بقى خلاص شكل غير طبيعي يقول الطول ده غير طبيعي أو القسر ده غير طبيعي ليه؟ أقول هنا فيه خلل بقى حصل يبقى تاني عملية النمو في جسم الإنسان زي نمو العضلات نمو العظام أعضاء الجسم بدمول في أعضاء الجسم المختلفة كل ده محتاج حد يزبط عملية النمو دي ويخليها تمشي بشكل طبيعي وبشكل منظم فقال إن هذا الهرمون اللي هو هرمون النمو مسؤول عن هذه العملية فيحدد الطول الذي يصيصي إليه الطفل بعد مرحلة البلوغ إحنا عارفين إن أطفال بتفضل تنمو وتتبر وتطول لحد بعد مرحلة لحد ما توصل لمرحلة البلوغ بعد كده بنقول خلاص الطول كده وصل ليه ليه المعدل بتاعه طيب تعالوا بقى نشوف لو حصل خلل في النموم عند الإنسان في هذا الهرمون هرمون النمو ده مثلا ما بقاش يفرز أو بقى يفرز بشكل كبير أو بشكل قليل إيه اللي هيحصل فقال عندي مرضين بيحدثوا هي المرض الأولاني هو العملاقة إيه العملاقة دي؟ يعني إن الإنسان يفضل يطول بشكل كبير تمام؟ نتيجة لإفراز الغدة النخمية لهرمون النمو ونمو مستمر للعظام فيصبح الشخص إيه عملاق يعني دلوقتي الغدة النخمية قالت في إفراز بهرمون النمو إفراز النمو ده وإن إحنا قلنا إيه؟ بيظبط عملية النمو طب حصل خلل هنا بقى الخلل ده هيعمل إيه؟ قال الغدة النخمية هتفضل تفرز في هرمون النمو هرمون نمو هرمون نمو يبقى هنا أصبح في زيادة في هرمون النمو هرمون النمو ده هيعمل إيه؟ جسم الإنسان هينمو فتفضل العظام تطول 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 لحد ما توصل لشكل إيه؟ بقى عملاق إنسان بقى عندي بس إنسان عملاق أنا في الحالة الطبيعية بالنسبة لبقية البشر وأطوال البشر هقول إن ده عملاق يعني طول غير طبيعي يعني بالنسبة لي أنا كإنسان ده خلل فلما جوم العلماء يشوفوا وهذا الخلل جي منين؟ آه يبقى ده جي من الخلل في إفراز هذا الهرمون اللي هو هرمون إيه؟ النمو نيجي بعد كده ليه القزامة اللي هي القصر تمام؟ القزامة دي اللي هي القصر فبيبدأ فيها إفراز هرمون النمو ولكن بإيه؟ هرمون النمو بشكل إيه؟ بشكل قليل يبقى هرمون النمو عندي في حالة من الحالات كان بشكل زيادة تسبب العملاقة إنسان بقى عملاق لأن ده بيؤدي إلى نمو آه كبير في العظام بشكل مستمر تمام؟ طيب حصل نقص في إفراز هرمون النمو نقص في إفراز هرمون النمو ففي الحالة دي بيحصل إيه؟ قال بيحصل إن آه النمو الطفل بيتوقف نمو الجسم فيصبح الشخص إيه؟ قزم يعني ييجي مثلاً مفروض إن العظم آه يستمر فيه النمو وزيادة طول العظم فنلاقي إنه الهرمون ده مش موجود طيب ده يوقف النمو فإما يوقف النمو نلاقي الشخص أو الطفل ده بانوا كأنه قزم يعني مش قصير وبس كمان لا ده قزم يبقى هنا حصل خلل هرموني يبقى الخلل الهرموني اللي حصل من خلال هرمون النمو هو العملاقة والقزامة دي نتيجة لزيادة إفراز الهرمون ودي نتيجة لنقص إفراز الهرمون يبقى من البداية اتكلمنا زي ما احنا عارفين عن الهرمونات وقلنا إن الهرمونات جزء أساسي من أجزاء جسم الإنسان اللي ليها وظائف هامة جدا وهي زي ما بنقول كده عملية التنظيم والضبط للعمليات الحيوية سواء كانت برفقة الجهاز العصبي أو الجهاز العصبي دي يا أوردر إن هي تبدأ تفرز علشان تنظم له شغله لإن إحنا قلنا كل الجسم بيشتغل والمنظم هو الجهاز العصبي طب الجهاز العصبي ده عايز مساعدين يساعدوه في عملية تنصيق وتنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان فهي كانت الهرمونات ويمكن ده موضوع جديد علينا في دراستنا ما كناش تطرقنا إليه في السنوات السابقة يمكن كتير من الحاجات اللي كنا بنبدأها في السنين السابقة ونيجي نستكمل عليها دراستنا لكن الهرمونات بالنسبة لنا إحنا سنة 3 عجادي موضوع جديد ما خدناهوش قبل كده وما درسناهوش قبل كده لأن المفاهيم دي ما كنتش هادئة تتوصل لها إلا وإيه تقريباً وإنت في هذا العمر أو في هذا السن علشان لما أجي أقول لك أن فيه هرمون بيفرز مادة كيميائية بتمشي داخل جسم الإنسان أو داخل الدم علشان توصل لعضو معين أو لخلية معينة مستهدفة تتوصل لها رسالة كيميائية فتبدأ تطبقها علشان تزبط عمليات حيوية متهيقلي ده كان هيبقى صعب علينا شوية في السنين السابقة لكن إحنا دلوقتي في مرحلة نمو تسمح لنا بأن يستوعب العمليات العقلية بتاعتنا تقدر تربط ما بين هذه المفاهيم وبعضها الغدد الصماء هي الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات داخل جسم الإنسان وقلت أنا عندي أنواع من الغدد الصماء زي الغدد النخمية والغدد الدرقية والغددين القذريتان والغدد التناسلية والغدد البنكرياسية دي الغدد الصماء اللي موجودة جوه جسم الإنسان خدت سؤال في أول الحالة قلت علد وإحنا ليه بنقول عليها غدد صماء قلت لأن هي غدد قنوية هذه الغدد القنوية بتبقى بتسري دون قنوات غدد لا قنوية يعني ما عندهاش قنوات تمشي فيها أو تسير فيها إفرازاتها أو المواد الكيميائية اللي هي بتفرزها داخل الجسم تمشي فيها لحد ما توصل الخلال مستهدفة لا قلت إن هي عبارة عن تيجي الإفرازات دي داخل الدم مباشرة وبذلك تأثيرها بيبقى وش على طول قوي زي ما بنقول كده هيتنفذ هيتنفذ علشان كده لما جينا شرحنا الغدد هرمون النمو المسؤول عن نمو الجسم قلت أي زيادة أو أي نقصان في الهرمون على طول الإنسان بيترجم ده ليه حالة من الإيه؟ من الحلال يبقى الغدد الصماء زي ما عرفنا هي اسمها غدد صماء ليه؟ وأنواع الغدد الصماء في جسمنا زي ما احنا قلنا موجودة بالأنواع بتاعتها وشوفنا أماكنها في جسمنا إيه من الغدد المهمة جدا والرئيسية وقلنا عليها سيدة الغدد ما تنساش عشان ما ليه نتكلم عن الغدد التانية ما تنساش جيه الغدد اللي هي النخامية والغدد النخامية أهميتها أو قوتها في إيه؟ في إن هي بتفرز هرمونات بتنشط عمل إيه؟ الغدد الأخرى تمام؟ يبقى إذن الغدد في جسمنا مش مجرد غدد لها إفراز وخلاص لا ده هي بتعمل لي تنظيم لي العملات الحيوية بالكامل فالغدد النخامية بالإضافة إلى إنها بتفرز هرمون النمو هي كمان بتفرز هرمونات بتنشط عمل الخلاء الغدد الصماء الأخرى اللي موجودة في جسم الإيه؟ بدأت أتكلم عن أول هرمون هو هرمون النمو وعرفت إن هو بيعمل عملية ضبط لنمو العضلات والعزام وأعضاء الجسم المختلفة طيب حصل خلل في هرمون النمو يبقى حضرتك هتبقى عملاق تمام؟ حصل نقص في هرمون النمو يبقى حضرتك هتبقى قزم طبعا هيقف النمو ليه؟ لإن ما فيش الهرمون اللي بيحفز العضم على إن هو ينمو تمام؟ وفي نفس الوقت زيادة الهرمون ده عمل إيه؟ عمل يحفز العضم إن هو ينمو 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 لحد ما ظهرت العملاقة يبقى إذن الخلل الهرموني في هرمون النمو هنا هو يأمل عملاقة يأمل إيه؟ القزامة تمام؟ ده بالنسبة للجزء الخاص بالهرمونات وده الجزء الأولاني بتاع درس الهرمونات هنستكمل إن شاء الله مع بعض الجزء التاني من الهرمونات إن شاء الله في الحلقة اللي جاي نعرف فيها بقية الغدد إيه هي وظائفها وماذا يحدث إذا حدث خلل لإفراز المادة الكيميائية اللي بتفرزها الهرمونات اللي بتفرزها الغدد الصماء الموجودة بأنواع الهرمونات بتاعتها وإيه هي الأمراض اللي ممكن يتعرض بيها الإنسان وصلنا كده لآخر حلقتنا أشكركم ونشوف بعد إن شاء الله في الحلقة اللي جاية وبقية الدرس بتاعنا اللي بيتكلم على الهرمونات شكرا لكم وإلى اللقاء